اشتركوا في القناة تمام متاسعة في تلفزيون الرأي أهلا بكم ليس في وزارتي النفط والإعلام فقط ينتقد أداء الوزير الشيخ أحمد العبدالله فالأخير والذي يترأس اللجنة المركزية لعادة تأهيل البيئة أصاب أداءه التقاعس والتخاذل في تحصيل المبالغ المستحقة للكويت والمقدرة بمليارات دولارات فملف التعويضات البيئية وملياراته والتي تحتاجها الكويت لعادة تأهيل بيئتها المتضررة ملف متخم بالتجاوزات وفق ما يراه بعض النواب الذين يحملون الوزير العبدالله المسئولية بشكل مباشر عن هذا التقصير وبدورهم يحذر المراقبون من التماطل الحكومي في التعامل مع هذه القضية والذي من شأنه أن يحرم الكويت من الاستفادة من المبالغ المرصودة لعادة تأهيل المشاريع البيئية جميل القاسم وفانى بهذا التقرير على وقع الأصوات التحذيرية من تبعات التعامل الحكومي مع ملف التعويضات البيئية تعلو الصرخات في وجه التماطل الحكومي وعدم التعامل الجاد مع تحميل وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله المسئولية عن هذا التماطل الذي قد يسبب ضياع حق الكويت في الاستفادة من المبالغ المرصودة باعتباره رئيس اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة عوضا عن دعوة اللجنة البرلمانية المختصة للوقوف على التطورات وكشف مكامن الخلل مع الأسف هذا الموضوع قديم ودلالة على كل الحكومة السابقة أنها قصرت بحق الكويت وأهدرت أموال مستحقة الكويت الأموال البيئية مقررة من الأمم المتحدة ثلاثة مليار وشوي فبتالي اليوم جمدت رغم التنبيهات والتحذيرات النيابية وأصحاب الاختصاص والمختصين في هذا الأمر أن سنتعرض له مثل هذا التجميد فلذلك الحكومة مقصرة في عدم القيام بالاشتراطات المناسبة التي تطلبها الأمم المتحدة حتى تصرف لها لصرفها فيما ينبغي عليه لذلك اليوم نعم هناك قصور حكومي هناك لجنة البيئة الآن في مجلس الأمة كلفت بدراسة هذا الوضع لذلك نقول للأخوة في لجنة البيئة اليوم المسؤولية بأرقابكم المجلس خولكم صلاحيات التحقيق الواسعة للتحقيق في هذا الشأن لاكتشاف مواقع الفساد سواء كانت إدارية أو حتى كما يتردد أن هناك فساد مالي وبدورها تؤمن جماعة الخط الأخضر البيئية بضرورة تعويض الكثير من المواطنين الذين تضرروا جراء التلوث البيئي موال التعويضات البيئية في المرحلة الحالية هي يجب أن تصرف على معالجة من أصيبه بمختلف الأمراض من أصيبه بالأمراض السرطانية نتيجة حجم الملوثات التي تسبب بها الغزو العراقي الغاشم يجب أن يعوضوا أيضا ماديا لأسف الشديد الحكومة الكويتية أغفلت حق الصحي للمتضررين في التعويضات التي يتم استلامها من العراق جراء غزو الكويت ماذا يترتب على هذا لدى الحكومة؟ ما نرى من خلال متابعة هذا الملف الذي يشوبه الكثير من الغموض والكثير من الشبهات بأن الحكومة سقطت في دائرة الشبهات بما لا يدع مجالا للشك ذلك لأن هذه الأموال يندر أن تجد حتى في القطاع البيئي من يعرفون إلى أين ستذهب وكيف ستصرف وفيما ترزح الكويت تحت تأثير المشاكل البيئية يؤكد المراقبون ضرورة توظيف هذه المبالغ في إعادة تأهيل المشاريع البيئية والاستفادة منها على وجه السرعة هذه المبالغ كانت ستعالج أمور كثيرة تضررت منها الدولة جراء الغزو والعراغ الغاشم حددت هذه المصارف بشكل أساسي لمعالجة احتراق أبار النفط والبالغ عددها أكثر من 770 بير في ذاك الوقت والتي سبب فيها آثار طالت تلوث الهواء هذه المبالغ لو فعلا صرفت في هذه القنوات كانت بالتالي تنعكس على مردودها على أهل الكويت كافة وعلى أهل أم الهيمان خاصة أهالي أم الهيمان يعانون بشكل كبير من التلوث الهوائي وما بين التحذير من وجود الفساد من جهة وتحميل الحكومة المسؤولية عن المماطلة في الاستفادة من هذه التعويضات من جهة أخرى يخشى الكثيرون من تحول موجة التلوث البيئي إلى سحب تلوث سياسي جميل القاسم الرأي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر